اشتركوا في القناة نعم يستقبل العيد بالنجاح والفلاح ومتابعة الأعمال الصالحة خلافا كل من يسهر هذا إنسان فاشل ولا شك فيه في عاقل يستقبل أول العام معلاء أو العيد بالضياع والإسراف وترك الأموال وكذا ومفرقعات كذا هذا الذي يأخذ مئة يورو ويحرقها ماذا لقل عنه سفيه نعم يأتينا يحجر عليه السلطان يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف في ماله مفهوم المهم لا نولدنا تكلم أكثر منها اللي بالإشارة أفهمها طيب تفعل في الصحراء اجتماع الأمة على صلاة عيد واحدة في البلاد عيد الفطر في عيد الفطر ماذا يصنع الخطيب يذكر الناس بماذا بالأحكام الأحكام المناسبة يذكرهم مثلا بالاستبراء على الأعمال الصالحة بصيام ست من شوار نعم أما في عيد الأضحى يبين لهم حكم الأضحية ومتى تذبح والشروط فيها وعلى هذا طيب يصل بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ولا نداء النداء يكون للصلاوات المفروضة الخمس وللجمعة وللكسوف أما العيدين والاستسقاء ليس هناك نداء نعم طيب ثم يخطب ويذكر الحكام المناسبة تكبير مطلق والتكبير مقيد المقيد يعني بالصلاوات المفروضة أدبار الصلاوات المفروضة والمطلق يعني في كل وقت متى يبدأ التكبير في الفطر عند الإعلان أي الإعلان بدخول الشهر أو بغروض الشمس في آخر ليلة من رمضان إلى يوم العيد بغروب الشمس غروب الشمس يوم العيد هذا في عيد الفطر في عيد الأضحى التكبير المقيد عيد الفطر يوم واحد وعيد الأضحى أيام أربعة يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة نعم طيب